موسيقى مرحبا بكم معنا اليوم ما نكتشفه مدينة الدمنات مدينة صغيرة في الأطلس كبير ما بين مراك شبني من لالي مدينة هاد أو تاريخ غاني حلدبت حديدا أمام مغارة إيميني فري يعني بالأمازينية بوابة المغارة خليكم معنا كتشفه جميع كعادتها دأبت قناة أطلس على تعريف مغاربة العالم بمناطق وجهات مختلفة من المغرب مدينة الدمنات منطقة غانية سياحيا وتاريخيا تميزت بالتعايش بين ديانات مختلفة عاش فيها اليهود جنبا إلى جنب مع المسلمين عن السياحة والمجتمع والتقاليد وغيرها يتحدث ضيوفنا الدمناتيون في فقرة مدينتي بالنسبة لمدينة الدمنات أكيد أنه لوحد ما يفتخر أن يكون انتماء إليها لأنه مدينة جد عريقة سيون في الميل هناك يعني من بين المدن الأولى في الدمنات التي تحدثت بظاهر شريف المستوى الجغرافي هي تتقع في الشامل الشرقي لمدينة مراكش ومدينة الدمنات منطقة اللي معروفة كما دل على ذلك واحد العدد اللي باحثين في إطار لبعاتات التبشيرية والمستكشفين كتب عليها شارل دو فوكو كتب عليها إيدموند دوتيك كتب عليها بوليفا كتب عليها بيغ فلامون وأبرز مقرة على مدينة الدمنات هو البحث للدار من طرف سيحم التوفيق لوزير الحالي لمزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار وطروحة الدكتورات ديلته على قبيلات إيملتان علم مستوى الاقتصادي دمنات التعرف بالأنشطة اللي هي معيشية طب الفلاحة المعيشية وبعض الحيرف كالخزاف كالخيرزة كالحدادة وحد عدد ولكن في نهاية المطاف هي أنشطة اللي هي اقتصادية اللي ما عنداش واحد البعد اللي هو تسويقي بالطرجة الأولى بقدر ما أنه أنشطة اقتصادية اللي موجهة للاكتفاء الداتي علم مستوى السياحي في مدينة دمنات تتزخرب واحد العداد ديلا مواريد مجالية اللي من شأنها أنه تخلي مدينة دمنات تحتل واحد الموقع جد متقدم في إطار ما يسمى بسياحة القاروية أو السياحة الجبلية مع أنها دمنات مدينة ما نضروا على ما يسمى مثلا السياحة لا غيرها السياحة في مدينة مراكس أو في مدينة فاس أو لا لأن الموقع الجغرافي ديلا في الدير في الصفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط أو الأطلس الكبير المركزي كما يحلل بعض دسميتها تخليها كبوابة لمناطيق جبلية منطقة التاساوت منطقة تهيتبو جماز منطقة زاوي تحنصال التي كلها تتوقع في السفح الشامل للأطلس الكبير كما تعتبر واحد المرحلة كبوابة أيضا ما يسمى بالشفح الجنوبي للأطلس الكبير لأوسط منطقات دادس منطقات تنغير ومنطقات مرزوقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل المغارة منفري ناقصها شوية يعني بش يجي السائح كيخصوشي حاجة اللي يتجبدو مثلا الناس جاو اليوم للفندق وغيمشي ويزوروا واحد المكان واعجبهم المكان ولكن قللك طريق خيبة بزاف يعني ماوصلوا إلا بالكشيف وتانيا طريق هذه ديال دمنات ورززت تسميم ديالها من الأواخر ديال الخمسينات كان محمد الخمس اللي يرحمه هو اللي عمل حجرة الأساس هنا وليحد الان باقي ديك طريقية ديك طريقية تجيشيشتا تروونها كذا يحد الان يالله دابا على ما اسمت كيشتغلوا فيها بالمعقل شي شوية وانتبنا والله ان شاء الله رحمه رحمه حيما يستكمل هذا الطريق علاقاش طريقك تجبدو السائحة دمنات اللي ما تنلقوهاش في مناطق أخرى يعني مني تنقوله اليهود والأنشيطة الاقتصادية تنستحضره لجانب البنكي تنستحضره لجانب التجاري ولا لجانب الحيرافي إلا أنه في مدينة دمنات تتعتبر من بين المناطق اليلامين قدر نقول لك الوحيدة اللي عرفات يقحام اليهود في الأنشيطة الفلاحية يعني هنا في دمنات تعرفوا اليهود ما يسمى الأنشيطة المزارعة يعني تقدروا يشريوا بهاي بالنسبة للناس في الجابال تقدروا يدخلوا في عملية تتخونزكسيو مع الناس في المونطان في أنشيطة اللي تتوالم الأنشيطة اللي كان في الجابال غير بالنسبة للتواجد اليهودي في دمنات هو كيمزف ديال الروايات اللي في وجهات نظريانا بقي ما تتحدش بواحد النوع ديال العلمية الصلبة يعني أكيد أنه تقولوا اليهود في دمنات يرجع التواجد ديالهم لألاف سيني لأنه يلجينا نشوفوا مثلا أماكن العبادة أو للساندوك الصلحة في دمنات عندنا مثلا في إيمنيفري عندنا ديال مهاصر هذا سي صاليح اللي اللي كنتستي إيباغ لميزيلمو إيباغ لجويف يعني كل واحد يقول را ديالنا وهو تتمرس في شيء ممارسة اللي تحيل على مراحل لكي نقبل مجيء لإسلام وهنا تأكد لنا بأنه التواجد اليهودي في دمنات هو تواجد لي جد جد قديم ولكن في اعتقاد الشخصي لأنه باش تتعطل المسألة ولا هاد الأطروحة ولا هاد الفاردية واحد منه ديال العلمية خصي دراسات أركيولوجي اللي تقدر تعطي مبريرات اللي تكون صلبها وتكون عينمية